بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا الحياة واسعاوي لأن الله سبحانه وتعالى تجعل عليها باسمه الواسع سبحانه وتعالى فالحياة وفي السماء رزقكم ما توعدون والحياة الله سبحانه وتعالى كفل فيها الرزق حتى لو أغلقت الأبواب فيها قوله تعالى وما يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب الحياة واسعة فما ينفعش وإحنا بنبني بنا آدم نبنيه على الديء لازم لما نساعد بنا آدم على أنه يتجلى عليه الله سبحانه وتعالى ويتنور ويبقى النور بيملح حياته أنه إحنا نعايشه في ديء إحنا في حلقات يوم الاتنين بنتكلم على مستقبالنا على أولادنا إزاي نقدر نبني أولادنا إزاي نعيش في بناء الإنسان ونستثمر في مستقبالنا في أولادنا فاكرينه إحنا صغيرين كنا دايما بنسأل نفسنا وكمان ورسنا السؤال ده مبينة نسأل أولادنا تطلع إيه لما تكبر حلمك تكون إيه وكان السؤال ده عن الأحلام ده جزء أساسي من تكوين الإنسان جزء أساسي من بناء الإنسان عارف ليه لأن ده جزء من فهم وسع الحياة أن أنت تخلي الإنسان يرى المستقبل ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل إلى لما بعد الموت يعني إيه الكيس من علم أن الحياة متسعة وهناك حياة حتى بعد الانتقال يعني فيه حياة وسعة هو ده الإنسان الكيس هو ده الإنسان العاقل ولذلك جزء أساسي من هويتنا إحنا شايفين بكر إزاي جزء أساسي من هويتنا أحلامنا مستقبلنا دلوقتي بيكتر على الناس الأهالي إن الأولاد ما عندهمش حلم أو في الحقيقة أنا أقول لكم حاجة من كترة عشرة للأولاد وخاصة اللي بيسموه جيل زي اللي هو جيل الألفية إيه اللي حاصل؟ الأولاد وكأنهم عايشين بالمفهوم اللي إحنا كنا بنقول عليه عايشنا النهاردة وموتنا بكرة يعني أولاد ما عندهمش حلم بالمعنى اللي إحنا متعودين عليه فكتير من الأولاد ما عندهمش حلم ولا عندهم هدف في الحياة بس هل ده حقيقي؟ هل اللي إحنا شايفينه ده حقيقي؟ في ساعات أهالي بتقول حلم إيه؟ الأولاد أصلاً عبارة عن إنسان فاضي قاعد طول النهار والليل على التليفون وما بيسيبش خالص البليستيشن أو ما بيسيبش خالص ألعاب الإنترنت بس هل إحنا اكتشفنا فعلاً احتياجات أولادنا اللي هم بيشبعوها من خلال التليفون أو لحظنا ميولهم ومهاراتهم واتجاهاتهم نحي إيه؟ وهم عايزين يجربوا إيه؟ ويستثمروا حياتهم في إيه؟ ده سؤال مهم جداً لأن في الغالب في بعض الأحيان إحنا بنحاول إن إحنا نخلي أولادنا ماشيين على أحلامنا فهل بنحاول إننا نطول بالنا على أولادنا ونكون حريصين عليهم ونسمعهم ونشجعهم إن هم يعبروا عن نفسهم ونحاول نقرب منهم ونقرب من أحلامهم اللي هم عايزين يحققوها ويقصدوها ونصغى معهم بوضوح حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سمع سيدنا الحسن فقال على سيدنا الحسن سيغلو حلمه فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين يا سلام على الحلم الله أكبر حلم القيادة والريادة الهادئة هو ده سيدنا الحسن عليه السلام فيه أولاد كتير ما بتبقاش عارفة نفسها ولا إيه اللي نفسها فيه عارف أنت مش عارف نفسه في إيه اهتمامنا بدعم أحلام أولادنا ده جزء من التربية الرشيدة وجزء من الدعم الرشيد لأولادنا اللي بيحميهم من الفراغ والشعور بعدم الأهمية والشعور بالعدمية وبيحميهم من ملء الفراغ بأمان مواقع التواصل لعلي ممكن واحد فيهم يجد لزة يجد أي حاجة في الألعاب الألكترونية أو إنه هو في الأخ خالص ممكن يحمي نفسه بإنه يعتزل ويعيش في عزلة ويقفل بباب عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنكرر إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنى هذا المعنى في سيدنا الحسن وقال هذا الكلام العجيب بس هو في نفس الوقت كمان مش كان بيعمل كده بس ده كمان قبل انتقاله المبارك بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم عين سيدنا أسامة قائد على الجيش إيه ده واحد حلمه شوف شكله إزاي وابنى عفراء إزاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حقق لهم حلمهم إنهم يكونوا كمان أقوياء أشداء يدفعوا عن هذا الدين في نماذج مختلفة للمربين في تعاملهم مع أولادهم فيما يخص أحلامه في نموذج بيركب أحلامه على أحلام أولاده يا نهر ربي يده ولما يكون الأولاد عندهم حلم مغير ممكن المربي ده أنا ليه ما أقول المربي ده لأنه ممكن يكون الأب أو الأم أو الجد أو ممكن يكون الأستاذ ساعات الأساتزة كمان في المدارس بيعملوا كده يقول له هلا ده أنا شايفك تبقى كذا 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 يقول له اسمع الكلام انت كذا 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 انت هتطلع أستاذ أحسن مني أنا بس أنا مش عايزة أستاذ أنا عايزة أبقى عازف لا تبقى زي أنا فالنمط الأولاني من المربيين إن هو يعمل إيه يركب حلمه على حلم الولد فممكن المربي يعاند أو يتفه من حلمه عشان في الآخر يتبنى الولد الحلم بتاع أستاذه الحلم بتاع أمه الحلم بتاع أبوه اللي هو شايف النوال الأنسب لي وأنا عارف مصلحة أكتر منك أصعي انت عارف مصلحة أكتر منه بس انت مش هتعيش حياته بدل منه بالمناسبة يعني ما حدش يزعل انت ممكن تكون عارف مصلحة ابنك أكتر منه بمعنى ان انت عارف مجالات في الحياة ممكن تجيب فلوس أكتر أو مجالات في الحياة تخلي واحد ليه إيمة بس مش عارف مش هتقدر تقعيش حياتك حياته مكانه أو لو الأولاد ما عندهم شي حلم يختار له هو الحلم يعمل له حلم كده يعيف له حلم كده تحس كده زي البدلة الوسعة الولد يبقى لبسها كده ومنظره مضحك كده ان هو لبس الحلم ده والحلم مش جاي على قده حلم واسع قوي عليه فيفضل الولد يعوم فيه ولا هو عارف يعمل ايه بس هو خلاص لبس في الحلم ده وهو عيش الحلم ده فيه نموذج تاني بقى بيتمنى أولاده يكونوا نكحين وراضيين في أي مجال يكونوا فيه بس عشان هو باحث عن الكمال فبيشكك في خدرات أولاده وماشي يبقوا شطرين بس هو طول الوقت هو كيف نقد شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يربي سيدنا أنس فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء انتركته لما تركته هنا مش ان حضرة النبي حضرة النبي أتحله ان هو يجرب حضرة النبي لم ينقضه هي دي المسألة هي دي النقطة ان حضرة النبي كان لا ينقضه النقد الذي به ينقضه يعني يهده وطول الوقت الشخص ده هو آه عايزه يبقى يبقى كويس بس في طول الوقت بيعمل ايه يقارن بينه وبين أولاد أوراد غيره فيكون الأولاد معرضين لفقد الثقة بأنفسهم بدرجة كبيرة جدا 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 فيه نموذك بقى تالت مبالغ في دعم ثقة أولاده أنا بسميه بظاهرة نفخ الزات انت ما فيش زيك انت اتنين ربنا ما خلاقش اتنين زيك انت ضفرج اللي بتطيره أحسن من أي حد انت بس ويرفع سقف توقعات ابنه لغاية ما ابنه في لحظة من اللحظات يلبس في حيطه ولزيك إلا حاصل ما يخلوش يعيش بقى بقولي تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة طول الوقت هو مغرور وعنده اخترار فيه نموذك رابع بقى لما بيحس ان أحلام أولاده مختلفة عنه وعن رؤيته بيسيب إيديه خالص خلاص بس اللي اندي أحلامكم خلاص روحوا أعملوا اللي انتو عايزين والأولاد يكملوا مع نفسهم من غير رعاية ولا دعم وفيه نموذك بقى ده النموذك الأقرب بالاتزان النموذك ده اللي هو بيسيب الأولاد بقى لما يقوموا النموذك بتاعهم ده الأقرب بالاتزان بيقوم ان ابنه ربنا خلقوا بميول وقدرات مختلفة عنه يبقى ابني مختلف عنه طول الوقت وبيحاول يلاحظ هو ابنه كويس فين وبيحاول يدعمه ويساعده ويوجد له فرص أو يلاقيه له فرص للتجربة ويبص فيه الأمل الزق يعني ايه يزقه عشان يحاول مش يزقه عشان يروح للي هو عايزه أولادنا طول الوقت محتاجين مننا شوية حاجات محتاجين ان احنا ندعمهم محتاجين ان احنا نسندهم محتاجين ان احنا كمان نكلمهم محتاجين ان احنا نحاورهم محتاجين دعمنا طول الوقت وجدنا في ظهرهم لكن من جواهم محتاجين لنا بشدة حتى لو قالوا لنا مش محتاجين لنا وده جوء من قوله صلى الله عليه وآله 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 ده هو تتفعيل الحقيقي لقوله كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعياته محدش معزرة يعني لما واحد بيرع حد مش لما يمشي يقول خلاص هو حر لأ هو بيجري وراءه لحسن يحصل له حاجة وهو ما يكونش عارفها يساعدوا فيها مهم ان احنا نعلمهم دور الاحلام في حياتنا انها ربنا سبحانه وتعالى ركبها فينا عشان نوصل الى الله عشان ندوق نعمته عشان نستثمر نعمته ونبقى استثمرنا الحقيقي نعمته ان احنا نتحول الى معمرين هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فنتحول الى بنا ادمين معمرين ربنا سبحانه وتعالى يجري القيمة على ايدينا فيبقى كل واحد فينا له قيمة لما ربنا سبحانه وتعالى يتحلو انه يحقق حلم فيتحول له قيمة فقيمة المرء بما يحسنه بما يحققه فمن خلال احلامنا بنحقق المقاصد من وجودنا يبقى عبد لانه عارف انه عنده مدد من الله وبيعمر بيعمل قيمة اضافية وبيزكي نفسه دايما بيعيش بلا حولة ولا قوة الا بالله يا سادة الاحلام مش جاي عشان السروة والقوة مش جاي عشان الكم ولا جاي كمان عشان الشهرة ولا جاي عشان اكون مميز وافضل من غيري ولا جاي كمان للوجاهة الاحلام جاي عشان نستثمر نعمة ربنا ولئن شكرتم لأزيد انكم النعمة الحلم كده الحلم هو استثمار النعمة هو شكر النعمة لما تيجي تسأل كده العلماء يعرفوا شكر النعمة يقولك ايه هو صرف النعمة في مرضات المنعم فالحلم هو ان انت تستثمر نعمة ربنا ودوق حلاوة وسعها يبقى لأحلام سبحان الله انا كده فهمت حاجة مهمة اواوة ان الحلم من اهم عناصر تكريم الانسان وتعالوا نتأمل كده هو انتوا سمعتوا عن حيوان ليه حلم ده ربنا سبحانه وتعالى جعل الاحلام جزء عشان نعرف ان ربنا كرمنا ايه ده الحلم يعني في المستقبل اتمنى شيء ادم والحلم ده هو جزء من قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون ده تكريم عظيم من الله فيه خمس حاجات بقى لازم نساعد اولادنا يكون لهم احلام وندعمهم ندعمهم حتى يحصل لهم نمو رشيد اول حاجة ان احنا نعمل ايه نتيح ليهم ونعرضهم لانشطة ومجالات مختلفة اللي هو مسألة ايه الاتاح نتيح ليهم نتيح ليهم انهم يعملوا ايه يتعرضوا لخبرات مختلفة بفرص مناسبة واحنا بنعرضهم نلاحظ واحنا بنتيح ليهم الفرص دي وبنعرضهم للفرص دي نلاحظهم ونسمع منهم عشان نساعدهم عشان يقدروا يعرفوا انفسهم ويقدروا من خلال الانشطة دي يكتشفوا قدراتهم ومهاراتهم المركزية اللي هتفتح عليهم خير كبير اوي 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 تاني حاجة التمهير ان نخلي محاولاتهم دي لما ينجحوا فيها تتحول الى مهارة بعد ما اولادنا يختاروا المجالات والانشطة والميول ويعملوا ده نحولهم انهم يعرفوا مهاراتهم ايه السلوك اللي لما يعملوا يبقى ايه اللي حاصل بينجح قادي تبقى مهارة ونقصل فيه ده ونقصل فيه القيم الحاكمة للمجال والمهارة اللي هي عنده ده ويفضلوا يعيشوا ويتدربوا ويعيشوا ده مهم نتعلم قيم كمان زي الجمال والستر والاحترام وكمان العزة واحترام الناس كمان تكريم الناس من خلال ان احنا نقدم محتوى للناس ينفعهم في كل وقت وكل ادان على فاكرة الاتقان ده ومسألة ان هو يبقى ماهر دي هي العمود من اعمدة ان الانسان يبقى صامد وعشان كده جزء من التمهير التجربة ان هو يجرب ان هو ينتج ويه كمان جزء كمان ان احنا نحتاجين ان احنا نعمله تفويد نفوضه في بعض الحاجات اللي موجودة في البيت يتفوض فيه جزء عشان ان يختبر مهارته ان هو يتفوض ان هو يعمل شوية اشياء في البيت تالت حاجة بقى وتالت حاجة نعملها مع اولادنا التوكيد نأكد له بقى المهارة بتاعته ندعم توكيدهم لذاتهم لازم يبقى عنده توكيد لذاته من خلال ان احنا نساعدهم يعبروا عن نفسهم ونسمعهم بحرص ويه بطول بال ونأكد على ان احنا مقدرين جدا جدا التجربة اللي عم فيهم اخر حاجة ممكن نعملها بقى التأمين ان احنا نأمنهم ان احنا نحسسهم بامان اننا في ظهرهم وان تجربة ما تكون كده وبعد كده ممكن نضيف حاجة خمسة كمان ان احنا نعمل ايه توسيع الافق اللي ممكن نسميه فتح ابواب الامل اننا دايما نبشرهم ونؤملهم ان ربنا سبحانه تعالى واسع وما فيش حاجة ابدا عالد دايق عليهم وكل اللي ما يحسوا كده نفهمهم ان الامل من حسن الايمان نعمل ايه بقى نور شوية اجراءات كده نتعود على الحضور مع اولادنا نبدأ نخصص معهم ساعة مسلا ننو بيها الحضور والتركيز معهم نكون مركزين احنا قاعدين مع اولادنا مركزين نلاحظهم ونسمعهم وما فيش مانع على فكرة ان احنا نعمل نقض مش نقض وما انتفهش من اللي هما بيقولوه لكن نقولهم لو عملنا دايقون احسن لو عملنا دايقون احسن تاني حاجة نقض مع اولادنا ونشترك معهم في انشطة ونجرب معهم حاجات جديدة في الاجازة وخاصة ان الاجازة عندنا فنقدر نعمل الكلام ده تالت حاجة نقض مع اولادنا جلسة كل شوية كده وخاصة ان بعض الانشطة نساعدهم فيها يقيموا تجربتهم وهم عملوا ايه وساعتها انا اظن لو عملنا كده مع اولادنا احنا نقدر نساعدهم جدا جدا انهم يبنوا احلامهم بشكل صحيح يا سادة احنا طول الوقت عندنا حاجات مهمة جدا 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 لازم نعملها لازم نعمل اشياء كتيرة مع اولادنا ولازم نكون في حالة صحيحة مع اولادنا كل ما نعيش مع اولادنا كل ما حياتنا عتكون افضل كل ما عتكون الدنيا اوسع كل ما عتكون الدنيا افضل نعمل ايه بقى اولادنا مش بس امانة اولادنا حياة وسعة جددوا حياتكم بان انتوا تزودوا احلام اولادكم جددوا حياتكم وعيشوا مع أولادكم حياة سعيدة وخلونا نكون معاهم كمان في مستقبلهم أحلام أولادنا مش هي أحلامنا بس أحلام أولادنا ساعة لما نشوف أن الثمرة والزرعة اللي زرعناها جايبة ثمرة صحيح طعمها ممكن تكون مختلفة عن طعمنا لكن هي جزء من حياتنا مش لأن احنا ملكنها لا لأن الملك سبحانه وتعالى أراد أنه يورينا لون جديد في حياتنا وإحنا بنتفرج على أولادنا وحياتهم بتتسع وبتتوصل وكمان بيبقى فيها مدد من ربنا سبحانه وتعالى ده كله مش هيكون إلا مع الأمل يا سادة صفحتنا عن فيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره دايما معنا جسر موصول بنتلقى عليها أسئلتكم مش بس بنتلقى عليها أسئلتكم كمان بنلتقي معاكم وأنا عايز مرة كده يبقى الأولادنا اللي بيسمعونا أو الأباء يخليهم يعتشركم معنا وإزاي نقدر نصنع أحلامنا ومعنا أول سؤال معنا الأستاذ الشام أستاذ الشام تفضل يا أستاذ الشام سلام عليكم تفضل عليكم تفضل يا أستاذ الشام دي وقت عام الشيخ أنا حرمت اللي أنا أستاذتك كنت بأكل وأنا بأكل كده سفيت نملي مع الأكل طي يبقى كده السؤال السؤال بتاع الحلم والسؤال بتاعه والناس بتبعد عنك ليه صح؟ أجاوب على حضرك وسؤال الشام أول حاجة إحنا مش فلسفتنا في البرنامج إن إحنا بنتوسع في مسألة تفسير الرؤى ولكن سهل جدا جدا إن أنا أقول لحضرتك ده أمر واضح إنه حديث نفس وإن دوت جاي من إنك إنت حاسس إن إنت لوحدك ولكن اللي أنا عايز أقوله لك إن إنت عشان تجد إن الناس ما بتبتعدش عنك إنت فيك حاجة أكيد بتخلي الناس تبتعد عنك أكتر حاجة بتخلي الناس تبتعد عن الواحد إن الناس تحس إنه هو لما يعودوا معاه يغمهم أنا عايزك تراجع مسألة إحساسك بالمظلمية إحساسك إن إنت يعني حظك قليل لو إنت حس إن حظك قليل غير الحكاية دي وخليك سعيد وخليك حاسس بنعمة ربنا حتى لو إنت بشايف نفسك فقير هو على فكرة الفقير ده وقت أنا آسف يعني في فرق إن الفقير يكون حاسس بالاحتياج وإن الفقير يكون حاسس بإن هو ربنا النسي أعوذ بالله أعوذ بالله من هذا التفكير في ناس كتيرة جدا جدا لما بتفتئر أو تكون فقيرة يعني وأنا برضو مش قادر أفهم يعني هو إحنا فينا حد غني أو ما تزعكوش هو فينا حسعي حد غني ربنا خطبنا كلنا وقال يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله كلنا فقرة محتاجين ربنا كل الناس محتاجين ربنا حتى اللي عندهم فلوس كتير مش عارفين يصرفوها فين ده هم محتاجين ربنا عشان يحفظ لهم الفلوس دي اللي هم مش عارفين يحفظوها إزال فلو كنت فقير أنت ممكن يكونش عندك لو بلغة الناس ما عندكش فلوس بس عندك رب عندك الغني فخليك عايش حياتك بأنك أنت عبد الغني عبد الكبير عبد الواسع فجاهد واكتهد وعيش حياتك بدون تضييق اللي أنت فيه مش نهاية العالم فيه رزق من ربنا جاي وعشان كده أنت لازم تفهم ده كويس خلاص يا سيد الشام معنا الأستاذ طاري تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة أستاذ طاري أهلا بحضرتك يا دكتور عاملية صديقك الحمد لله فضل ونعم ربنا يا كرام أولا أشكرك على أسلوبك الجميل وعلى حلفتك الجميل والحاجات الجميلة يعني كفاية الرد الجميل بتاع الراجل من شوية ده بإجابة جميلة يعني ما شاء الله عليك الله يرضى عنك أستاذ شكرا قول يا سيدي 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 أنا أشي طاول عليك بص حضرتك آآ فيه أمرين يعني حاجتين مأزمزم لمشور يباله صحيح فيه ناس بتقول ايه بتقول مأزمزم لمشور يباله للبكان نفسه اللي هو موجود فيه أنا بقول لهم لأ طبعا كان الرسايدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه الحديث مأزمزم لمشور يباله فيه مكانه صح فدي نقطة ففيه فيه جدل كبير قوي بيحصل دايما لما بيجي في الوقت بتاع الحج ده في كلمة مأزمزم لمشور يباله هجاوب على حضرتك على ده أنا صح في الرقد بتاعه ده ولا لا هجاوب حاجة تانية حاجة تانية عايزة أقول لحضرتك حاجة سمعت دايما بسمحها يقول لك أول ما تشوف الكعبة كده بيبقى لك دعوة مستجابة حلو خالص طب فيه حاجة الكلام ده لو اعتبر ان ما فيش ايه تواصلات يعني انت ما شاء الله قناة القرآن المجد للقرآن دي الله أكبر عليها 24 ساعة جايبهي لك قدام عينك ما كانش زمان الكلام ده انك تشوفها لما تيجي تسافر وتشوفها بعنيك طب ما انت بس مباشرة بتشوفها هل ده يسقط ديك انك انت اول مرة شفتها في التلفزيون كل يوم بتشوفها في التلفزيون يسقط عنك لما تيجي تروح انك تشوفها جاوبك على السؤالين وشكرا على السؤالين لان السؤالين دولة بيعملوا حاجة جدا 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 حاجة اسمها الاتزان في التعامل مع الرحمن في حاجة اسمها الاتزان كده الاتزان بيقول ايه بيقول يا سيد طارق انا بشكر حضرتك لما ربنا يوسع ما تديقش لكن ربنا لما يأمرك بالعبادة ما تتوهمش يعني الجزء دولة بيقول ايه اول حاجة ماء زمزم لما شرب لها ده ماء الحكم تعلق بالمياه الحكم تعلق بالايه بالمياه تتشرب بقى ماء زمزم في الحجاز تتشرب ماء زمزم في اي حتة ماء زمزم لما شرب لها لان ده متعلق ببركة الماء فماء زمزم لما شرب لها يتشرب في اي حتة وبعدين ربنا واسع انتوا ليه بتتعاملوا مع ليه ناس كتير بتتعامل مع ربنا على انهم بتتعاملوا مع بخيل ربنا كريم ربنا واسع علينا ربنا واسع علينا من واسع انما الامر التاني بقى الكلام على مسألة ان الانسان له دعوه مستجابة اذا رأى اول ما يرى الكعبة هذه الاحاديث رؤيت في اطار الحج والعمر طيب والرؤية هنا الاساس انها بتحمل على الرؤية مش اللي انت شفته دي صورة الكعبة مش عين الكعبة يعني اللي انت شايفه في التلفزيون دي صورة الكعبة مش عين الكعبة وإلا كان التلفزيون مفروض يبقى ضخ فهو الحديث كان يتكلم عن رؤية الكعبة التي هي الرؤية البصرية الرؤية الايه البصرية لعين الكعبة وليس لماذا وليس لصورة الكعبة فالصواب انه هناك دعوة مستجابة لمن رأها لمن رأى عين الكعبة لمن رأى ماذا عين الكعبة وليس لمن رأى صورة الكعبة لان اللي في التلفزيون ده نقل نقل لهذه الصورة يبقى هشوف اللي اتزانه ربنا موسع عين بس في نفس الوقت فيه ضوابط لفهم النصوص الشرعية عشان نقدر نفهمها كما كان هناك اطلاق فهناك حقيقة للرؤية الرؤية هي الرؤية لعين الشيء ولم يكن الرؤية لصورتها اللي بتعيرت في التلفزيون ده دي صورة الكعبة وليس عين الكعبة اذا هيبقى لك دعا ومستجابة طب واحد يا سيدي قال يا مولانا من توسعت هنا من موسع في الناحية التانية والله الله يعطيه بحسن ظنه يعني ايه ايه اللي حاصل يعني انه اول مساح الصبح فتح فتح التلفزيون اللي قال الكعبة قال والله يا ربنا مؤمن اننا يبقى لي دعا ومستجابة يعطيه ربنا سبحانتها لا واسع بس انت لو ما بتسألني في تفسير هذا النص لا الرؤية هنا هي الرؤية الحقيقية لعين الكعبة وهذا هو المراد نعم استاذ زغلوني تفضل تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو عليت حضرتك صوتك شوية انا اكون مرتاح شوية كل سنة حضرتك طيب يا استاذ وحضرتك طيب وبصحة وبسلام بص يا سيدي انت الفلوس اللي انت بقيت تمن البيت ده بقى دين على صاحبنا انت المفروض كنت تطلبه بهذا الدين خلقته ما دفعت خلاص انت ممكن ممكن تطلب منه تطلب منه اه تمن الضرر الفعل اللي وقع عليك لو ما فيش ضرر الفعل اللي وقع عليك تاخد دينك وبس لا انا حطب عن الاسعار غلط وخلط غلط يا سيدي اسمعني بس انت دلوقتي من 2019 حصل دلوقتي نوع من انواع ارتفاع ارتفاع الاسعار فدلوقتي التمن اللي انت بعته له في 2019 غير التمن اللي هو في 2023 كلام جميل جدا جدا انت بعت امتى في 2019 يبقى باقي المبلغ بتاعك اصبح دين عليه فانت طالبته اسمع بس للاخر فانت طالبته ايه فما دلكش الفلوس بس انت كان وقع عليك درر انت بتقوله انا فيه درر علي في حديث تاني للرسول اللي هو السلام بيورو الدرر يزال ترفع امرك للقاضي وتقول والله انا وقع علي درر وقدر الدرر ده او تتفق على ان فيه درر وقع عليك فتاخد مقابل الدرر الفعل اللي حصل لكن مش هتاخد مقابل ارتفاع الاسعار واضح حج سغلول واضح ربنا يحفظك ويبارك فيك الله يعزك حج سغلول استاذ احمد من اليومية يتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك سيد احمد كل الاحترام والتقدير لحضراتكم وشخصكم الكريم وفريق العمل المكافح ونسأل الله عليه قدير ان يجعل هذا في ميزان حسناتكم جميع همين ادي وصف جديد هول للفريق العمل وفريق العمل المكافح شكرا يا استاذ زح مع حضراتكم احمد عروج من الغرب بشبراء الخين اتفضل يا استاذ زح حضرتك عند زيادة مقابر نقوم بتوزيع بعض السلع الغذائية او بعض الاخذية وبعض المبالغ النقدية فهل ينال الموت سواء بذلك التوزيع او ذلك العمل هذه واحدة ارجو من حضراتكم ان تلقوا الضوء على اداب زيادة المقابر معلش بعد اذن حضرتك بالسلسل شوية لحسن ده العملية يعني ايه الى حد ما بدأت الناس يعني معلش طيب القاء الضوء على اداب زيادة المقابر يا دكتور حاضر انا عايزكم بس ثلاث اداب عشان بس ايه عشان وقت الحلقة اول حاجة السؤال الاولاني هو السؤال الخاص بمسألة هل ينال احنا بنوزع حاجة اسمع الرحمة يعني التعبيرات المصرية تعبيرات مليانة حب لله سبحانه وتعالى وتعبيرات مليانة معنى من معاني الصلة الربانية العجيبة فسموا البرتقان وسموا القرس وسموا الحاجات اللي بتتوزع كلها سموها رحمة ونور على مين على هذا تسميتها رحمة ونور على الموتة يبقى هم قصدوا ان ده سوابها يصل الى الاموات فيصل ان شاء الله يصل يعني البرتقان وال 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 كمان الحاجات اللي بتتوزع دي اللي هي زي القرس والكلام ده كله يصل ان شاء الله سوابه على انه صدقة ويوصل ده سوابه اه طب عشان يوصل سوابه بالاكيد يقول ايه اللهم هب مثل سواب صدقاتي هذه لفلان اللي هو الميت بتاعه فيوصل ان شاء الله حاجة التانية سألتني عن الاداب اول حاجة في هذه الاداب هو ان نذكر الله لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انني كنت قد ناهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر بالاخرة تذكر بالاخرة يعني ايه يعني تذكر بالخوف يعني بالخوف من الاخرة لا تذكر بالله فلذلك لما تجي تذكر تدخل المقابر تذكر الله ولذلك اول حاجة بنعمل لما ندخل المقابر نعمل ايه نسلم على اهل القبور يعني نقول له انتو في حضرة السلام سبحانه وتعالى فاول حاجة يبقى فيه حالة من حالات ماذا حالة من حالات الادب اللي هو اول شكل من اشكال الادب ذكر الله حاجة تانية ان احنا في مكان خاص المقابر ان احنا في المقابر نعمل نفس اللي احنا بنعمله في في الاماكن العامة يعني ايه اللي حاصل يبقى فيه خشوع لان احنا هنا في ذكر في ذكر ايه مهابة الموت فيبقى فيه خشوع وفيه انكسار وفيه تذلل لله سبحانه وتعالى وفيه خبوط لما ندخل في المقابر ليه لان هذا له هيبة عند الله فنخلي بالنا ان احنا نردخلين في مكان ليهيبة فإيه اللي حاصل فنخلي بالنا لان احنا لو ما عملناش كده يبقى احنا مش عارفين احنا راحين فين ولذلك لازم نكون عارفين ده اخر حاجة بنقول ان احنا ما ننساش الدعاء للموت يبقى ثلاث حاجات نذكر الله نتأدب ونهدأ ولا نمارس اي نوع من انواع عدم استحضار خشية الموت وفي اخر خالص كمان ندعو لاموات المسلمين بان ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم في الرحمة والبركة على الدوام فاصل ونرجع تاني نكمل رحلتنا المباركة معكم مع اسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ونكمل مع حضراتكم اسئلتكم المباركة ومعانا ام حبيبة ام حبيبة اهلا ونسام بحضرتك السلام عليكم حضرتك وعليكم السلام ورح اطلقوا بركاته بكل سلام حضرتك يا شيخ وحضرتك طيبة وفي صحة وسلام الله يكرمك ويستورك يا رب دايما يا رب ويراضيك بالخير دايما يا رب بحقي جاء المصطفى يا رب عليه الصلاة والسلام بقول لحضرتك انا كنت عايزة اسأل حضرتك سؤال تفضلي انا خالي سري جدا ماشي فلما جيت وفى قبل ما يتوفى كتب سروته كلها باسم مراته مع العلم ان البيت اللي هو من ضمن البيت اللي كتبه لها ده اصلا في القصر بيت جدي هو كتب المراث كله وفروس اللي في البنك والمصنع اللي عنده كل حاجة باسم مراته وجات مراته بعد ما كتب لها كل حاجة جات بعد من ثانا ونص توافت فدلوقتي بالعلم اللي هي عندها بنتين وولد فأمها عندما عليها في مراث 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 بنتها هل مين 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 هل مين يعني حمايته اعتبر عايشة يعني جات زوجته بعدها بسنة ونص توافت أيوه فأمها عايشة فأمها بتقول أنا لها في المراث دوت حتى في دهابها أنا لها في دهابها هي تايبة دها بحوالي باثنين مليون طيب فهي هل يجوز تانا لأمها لها اللي هي تورث في الورث دوت طالما عايشة رغم اللي هي عندها أبناء يعني يعني اللي هي تورث في مراث أمهم كويس يبقى أنت دلوقت بتتكلمي القصة دي كلها إن في واحدة ورثت إن في واحدة اتكتب لها كل مراث واحد وبعد كده هي توفت وعندها أم وولاد فهل الأم دي هتورث 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 أه خلاص فين السؤال اسمعي بس اسمعي بس هتورث هتورث فين السؤال بقى التاني هل هي كده هموا عيالها مش عايزيني وراثوا ستهم بقولها ده ده مالأبونا مش مالأبونا قصة مالأبونا كتبوا بإسمها لا مالأبوش موادي موادي اللي أنا خلصتها في الأول خلصت في الأول إن الراجل دلوقتي مش بعلاها بيع وتسجل في الشهر العقاري وعمل ده كله خلاص أنت دلوقتي بتتكلمي عن أم الست دي اللي هي اللي هي كانت حماد أخوكي صح؟ أيوان حماد خالي اللي هو حماد خالك آه لأن الفلوس دلوقتي ما بقتش فلوس خالك الفلوس مش فلوس خالك هي فلوس مرات خالك فأنتي بتقولي لي أم مرات خالي اللي الفلوس دي بقت فلوسها تورس هتورس خلاص؟ أيوان طيب طيب معنا معنا السيدة ممالك هلو السلام عليكم عليكم السلام وراحة الله بركاته تفضلي السيدة ممالك من فهيون تفضلي عليكم سيكم طول بلك شوي علي هل لغاية إيه أنا أطول بالي لغاية إيه بالوقتي أنا أنا متجوزة في بيت أحمتي عملي بيت للسلايف قاعدين فيه أنا متجوزة بقايا عشر سنين فجاهم سلايف فيه وجوز يتخانوا معي وهأهنوني وفي الفي الكبير جا طردني من البيت طيب وبعد كده جا أخو رجعني أخوه جوز يرجعوني جوز كيفين في الإصطا دي كلها معنا جاب الحديدك أخو أنا جيت راح سيلفي تاني راح أقال لي طلعي بره ما تخصيش البيت يا حجة يا حجة أم مالك جوزك فين جوز جوزي قال لأخو قال له دي ما تقعدش هنا أنا قلت تمشي قال له ماشي تمشي طيب فين سؤالك دلوقتي هم أنا مشيت فجايين عايزين نرجعوني كأني فأنا أقولتهم يا جماعة أنا نفسيتي وفق من البيت وأنا عايزة مسام بره هل ده حق إيه حقك يا عمو مالك حقك أن أنتي خلاص هي كلمة واحدة بس أنت هل حقك أن أنتي بقالك سكن مستقل أه هم أنا بيقوله إزاي بعمده بيت ملك وعايزاي يأجر بره ولا حق خارسة وأنا عايزة أقول لأ حالك أن السكنة مش لازم تكون في بيت ملك بمناسبة يعني ممالك بس عشان انا عارف ان احنا نقعد نناهد كده في معض كتير اسماعيني عشان نخلص كلمة ابرك من عشر انت بتسألي هل لي انا اطلب سكن مستقلا الاصل ان الست تسكن في سكن مستقل ايو الاصل ان الست تسكن في سكن ايه مستقل يعني انا كده مش غلطانة بنا اقولتلك ان انت هتناهدي فيه فاسماعيني عشان مات ايه ماش اسماعيني يا ممالك ماش اذا انت لك الحق ومش غلطانة ان انت تطلبي سكن انا بقى بقولك حاجة زيادة عن كده مش لازم الناس في الجواز تسكن في سكن ملك ينفع يسكنوا في سكن ايجار ما الناس بتسكن في سكن ايجار احنا عن مرر على الناس عشتهم ليه لا يجوز ان الواحد يسكن في ايجار وهو عنده ملك اه يجوز لا اهم دار يقوله ازاي مخلاص بقى يا ممالك اهم مالك سماعيني من اللي انا قلته اه يجوز ان انت تطلبي ان انت تسكني في مكان منفرد وده بالعكس بيكون احسن لابعد عن المشاكل وابعد كمان عن الاشياء كتير اللي بتحصل معانا ام حسام ام حسام اهم ديك انا انا كنت اكلمت عنك قبل كده وحكيت لك على ابني اللي هو حسام اللي عنده الاكتئاب اللي هو سماع القد وعنده 40 سنة حسناا أم البدان الذات بتولده فحسّ ان ابني تعماني بس ابني بتكلمت انك بتتكلم محiotوك نحو largely لا انا 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 코로나 او عمو سام ان انت حياتك كلها تبقى ابنك ده. اه. وده خطر عليك. اه. طبعا ايه ده. انا بجاوبك هو الله لو سمعتيني اجاوبك. اتفضل. انت دلوقتي حياتك كده انت على فكرة. الاكتئاب معدي. الاكتئاب ايه? معدي. اه. وكونك مش عايزة تروح تزور ابنتك وزوجك. او معرفش هو زوجك ولا طليق. زوجك. لا 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 لا. موجود جوزي الحمد لله. طيب يا بيت. ربنا يدي العلاقة بينكم. اصلا بتقول لي جوزي جالي. جوزي جالي. جوزي جالي. جوزي جالي. دجونه بيقولك روح يزوري بنتك. وشوف ولده ان هو بتدا يحس ان انت بقى عندك اكتئاب. اه. فانت لازم تخرجي. سيبك دلوقتي من السيد حسام. السيد حسام لازم يكمل علاجه وينتظم على العلاج. سيبك من المسألة دي. انت دلوقتي لازم تخرجي يا امه حسان. لازم تروح يزوري بنتك. اسمعي بس الكل كاسة او حصله اي حاجة. انا يعني بترأبتي. شوف ان تعملي انت. شوف انت عملت ايه ابتدى هو. ابتديت دلوقتي تتعدي. عندك دلوقتي جلد للذات. او. لو حصل له انتكاسة. اصلا انا لو سبتي البيت عشر دايق. هيحصل له انتكاس. فانا لازم ابقى قاعدة جنبه طول الوقت. وهو يدورني في فلكه. طب ما هو كده خلاص. انت كده هو مش هيخف. اه. 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 هو كده يخف. يعني هو مش هيخف. وحضرتك. وحضرتك كمان. هتستملي. والاكتئاب عيبتدي يزيد. لو سمحتي اخرجي. اه. اه. بيعيشي حياتك لو سمحتي. مفهوم يا محسن. اه. اه. لو اكرمك يا دكتور. طي. طي. وتشكر اوليكم. وتشكر اوليكم. وتشكر اولي. اصداد دالي يا ربنا يبرك لكم وكلكم يا رب. شكرا يا حضرتك يا فاند. ربنا يبرك في حضرتك ويزيدك نور وبركة. بس اسمعي كلامي. اسمعي كلامي لان في الحقيقة. ال احنا مش ان احنا مش عايزين ن يخف. بالعكس. اللي انا بقولولك ده. يساعدوا على انه يخف ويتعافى. يا ستي. الحاجات دي. ما فيهاش فصال. احنا مش موجودين عشان نفنا في متاعب وامراض حبيبنا. احنا جايين عشان ربنا يجعلنا سبب عشان هما يخفوا. مش ان احنا نضيع. عشان احنا نحسين ان هما بيروحوا مننا. غلط. حاولي بقدر الامكان انه تخرجي من الشرناء اللي انت فيه ده. عشان هو يحس ان الحياة فيها امل. لكن هو متبت فيك وانت كمان متبتة فيه. وده مش صح. خرجيه وخليه يمارس حياته. عشان يقدر يحس ان حياته لسه فيها بقية. يا سادة. هتكلمنا النهاردة على الاحلام. ام حسام انت محتاجة يبقى عندك حلم. محتاجة تقولي حسام كمان انه يبقى عنده حلم. عشان الاحلام هي اللي بتجدد الحياة بنظر للملك العلام. يا رب جعلنا دايما نساعد اولادنا انهما دايما يشوفوا وسع الله سبحانه وتعالى وكرم الله ومدد الله اللي بيعطيه للبشر بانه هو يفتح انهم ان حياتهم لسه فيها خير كتير من الرب الكبير. يا رب العالمين وفقنا وهدينا الى سواء السبير بنورك وبركتك ومددك. يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين رزقنا نظرا بنورك دائما في كل وقت وحين يا رب العالمين